قال وزير الدفاع الإسرائيلية يواف جالنت أنه قدم لنظيره الأمريكي لايد أوستن تقييما للموقف بشأن تهديدات حزب الله كما أطلعه على عمليات جيش الاحتلال لتقليص قدرة حزب الله على شأن هجمات ضد الإسرائيليين من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلية إسرائيل كاتسا أن تل أبيب لن تتوقف حتى إزالة التهديد ضد الإسرائيليين وعودة سكان الشمال إلى مناطقهم مهددا للبنانيين بضرورة إخلاء أي منزل تحول إلى موقع متقدم لحزب الله لتجنب الأدى على حد قبله